الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي مشاهدي قناة مدني أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الوصايا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليوم سنكون معكم مع الوصية النبوية الثالثة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحاء ونوم على وطر تكلمنا عن الوصية الأولى والثانية من وصايا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأود أن أتحدث معكم اليوم على ثالث هذه الوصايا وآخرها وهي المحافظة على صلاة الوتر أحبة الكرام إن أصل التقوى هو القيام بالواجبات وكمال التقوى تزيينها بالنوافل والمستحبات وخصوصا ما حث عليه نبينا وحبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومما حث عليه الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الوتر وقد أوصى به أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وبين لنا فضلها في الأحاديث مرارا كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر وأما من ترك الوتر تكاسلا فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة وما ذاك إلا لكثرة النصوص الواردة فيه فأفضل الوقت للوتر آخر الليل لأن صلاة آخر الليل مشهودة ومن شاء أن يوتر بعد العشاء مباشرة فليوتر لأن وقتها ممتد من بعد أداء فريضة العشاء إلى الصبح فلا ينبغي إهمال الوتر وقد جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن بل علينا المسارعة للزوم هذه الوصية النبوية فهي من روائع طرق الخير ومن أعظم سنن الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسارع أخي الحبيب ولا تسوف أو تؤجل فهي يسيرة على من يسرها الله عليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الصيام أيها الأحبة تزكي به أخلاقك وتهذب به روحك فلا يعدله شيء كما قال الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له وبصلاة الضحى توثق صلتك بربك الذي خلقك فهي كالغذاء اليومي ثم توثر قبل أن تنام وتجعلها ختامك قبل المنام لأنها تقطع دابر كل شيطان ومن يدري لعلها مسك الختام أخيرا أحبتي تعالوا لنقرأ وصية سيدنا وحبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نهاية هذه الوصايا ونحافظ عليها قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صومي ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر لذلك نحاول أن ننوي من اليوم فصاعدا أن نعمل وفق هذا الحديث النبوي الشريف هذه الوصايا القيمة انظر هذه وصايا من هذه الوصايا أوصانا بها الحبيب عليه الصلاة والسلام وأوصى بها صحابته الكرام لذلك نحاول أن لا نترك العمل وأن لا نترك تطبيق السنة النبوية الشريفة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم